اكدت عائلة الذواودة في مملكة البحرين استنكارها الشديد من استهداف النظام القطري أمن مملكة البحرين ومحاولته النيل من النسيج والتكاتف الاجتماعي الذي تعيش في ظل الانتماء القوي لهذه الأرض والإيمان الراسخ بمليكها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه الذي في ظله تنعم بعزها ورخائها ويسير في ركب نهضته ورأيه السديد كل المخلصين على هذه الأرض الطيبة إن استمرار النظام القطري عبر إعلامه بالإساءة إلى مملكة البحرين قد وضع هذا النظام إلى جانب معسكر الشر وتبنى أجندته وضمن وكلائه في دعم الإرهاب والتضليل وإنما تضمنه برنامج قناة الفتنة القطرية هو محض افتراء وكذب كما هو ديدن هذه الأنظمة حيث يسير النظام القطري في محوره اليوم وهو بكل تأكيد لا يمثل رأي وموقف الشعب القطري الشقيق بكل قبائله وأسره الكريمة التي لا يمكن أن تقبل إساءات وأكاذيب النظام القطري وقنواته المشبوهة التي تدار من قبل مرتزقة الإعلام الرخيص وما تم بثه على قناة الفتنة ما هو إلا سلسلة أخرى من الاستهداف الممنهج لمملكة البحرين وشعبها الأبي مع اختلاف وجوهه وتبادل أدواره وستظل مملكة البحرين عزيزة عصية في وجه المكائد وستبقى قوية في ظل قيادة مليكها المفدى نسل حكام آل خليفة الكرام حكام مملكة البحرين وتوابعها بتاريخ ناصع من الحكم الرشيد وبهذه المناسبة يجدد أفراد أسرة الذواودة كافة الولاء للمليك المفدى حفظه الله ورعاه والانتماء الخالص لهذه الأرض اشتركوا في القناة